السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد وقفنا الفيديو اللي فات خلاص ان احنا حطنا اليور الاساسي الخاص بالاكاونت وقلنا اننا عندي صفحات اساسية انا كده كده احتاج لها عشان استخدم بتاعت جنجل لما دول فيهم صفحات معنا الكوب بتاع زي اللوجن وفيهم صفحات كتير ما عندناش الفرونتين ده بالزبط هيب افاقيه احنا ممكن نحاول نتنبع مثلا الريسيت فورما يبقى فورما ممكن نحط فورما عادي لكن الريسيت ميل رسيت دون رسيت كومبليت الباسورد تشينج فورما هنحط فورما عادي لكن الباسورد تشينج دون مغرد ممكن تكون رسالة فهنا كنا عايزين نشوف اصلا الاضطرية الكويسة او الاستخدام او الكمبوننت او الكنتنت المحتوى اللي هيكون في الصفحات ده فانت عاد انت ممكن سرش عادي انضيين مدام الدوكمنتيشن ضعيفة في حتة فممكن تلاقي ناس كتير شرحوها كمان افضل الناس اللي بتكوفر او بتكمل دوكمنتيشن هي الMDN موزلة developer network فطبعا انا عملت سرش عادي دجانجو authentication views templates هتلاقي حاجات موجودة فانت بتنزل للحاجات اللي اترست او انت واصل فيها فبتجبها موزلة developer network تطبع ما افضل اي حاجة طيب ده overview ننزل تحت عادي عطلوله ازاي بنحط كله ده انا عاملين كله ده creating user and groups ما اهمناش باش روح الادمن panel كله ده ما اهمناش الview زين ده the URL اللي بتضاف اللي احنا اضفناه دي الحاجات المتاحة في the URL اللي احنا برضو عارفينها وبعد كده ده the directory اللي احنا نشتغل عليه تمام ده شكل ال login كويس وبعد كده بقول لك بتروح ال settings وبتحط ال login redirect url فاحنا نروحنا ال settings ونيجي تحت خالص ونحط ال login redirect url ونقول slash products نشوف تمام وبعد كده كمان احنا ممكن ونحط log out redirect url slash url لحد ما نعمل slash products لحد ما نحط احنا profile وكاتب تمام download template هو كده 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 جاب template بسيطة خالص ونروحنا هنا login download اخد هنا كده نحط دول بس بس طمع عشان نزبط الدنيا هناخد احنا ده extend base والbody بتاعنا عادي هنا ونشي extend بتاعتهم مش محتاجين وبعد block content ايه block body wind block body احنا حال طيب وبعد كده ايه افلت wdv بس بس super اتشغل اجان هنا تبدو ان اروحت ل log out شايف اعمل redirect خلاص اعمل redirect حتى لو انا رحت اعمل refresh شايف اقول لازم تعمل login تاني لان خلاص انا عملت تماما احنا كده اضافنا خلاص ال log out منيجي ونزل ادور بالنتورك ننزل اتلاح password receipt template فده password receipt for ده الكود بتاعه طيب تاب اللي ما انسخ ده هانسخنا ايه نسخنا ايه نسخنا ايه نسخنا ايه نسخنا ايه نسخنا ايه نسخنا ايه ونحطه في password change alone password change for وانا ده password receipt password receipt هنحط على دول وكل شيء وهي كان الشيء اللي حتى اللي في النصه دي تماما وانيجي احنا هنا ناخد احنا بالجوة ايه ال block content و ال end block دي اللي تهم من اللي بغتي بس كده اه وده يبقى لان انا عامل في ال base ال block بتاعي اسمه body وانا ده تدلي ال receipt form طيب تعال هنا ال url بتاعي انفروض url url password receipt ورسيط بس طيب بس فينا مشكلة دا جانكو administration دا الحاجة دي ما بغوثة بواخد الاسطيل بتاعت جانكو هادمن ما عندنا انا اصلا اعمل لها تمبلت اعمل لها شكل صيد فانا عاوز احل المشكلة دي مش عاوز دا يحصل فاعمل ايه بس فاكرة لما قلت لك احنا عن كاريت اب جديد وانضفه في الستينج اسمعانا دا يعمل لي مشكلة حية دي المشكلة اللي انت مش اخب بالك منه ان الترتيب بتاع الابس هنا في الانستولد ابس بيأثر على حاجات كتير جدا في المشروع وممكن بس مجرد الترتيب يحل لك مشاكل كتير والترتيب دا المفروض ليه طريقة حتى الانبورد في الملفات اليرل والفيوز والمودلز وكدا ليه طريقة ففي الاخر في المشروع نبقى احنا نتكلم عن الحاجات دي اللي تفرق في بتاع المشروع وانت ما تاخدش بالك منه طيب يوم جايب يوم جايب الاكاونت دا خلي اول واحد خالص ليه لانا بات من قبله فبيخليه اخد من قبله طيب عاجة اعمل ايه هرفرش مشتغلش نحن لها ممكن يكون ولا هي حاجة فين موجودة نرسترد السيرفر وانكوربتين ايوا بولا كرة تمبلت دا سنت اكزست بلوك تاكوه نيم بادي ابيس مور دا ان موارس في مشكلة هنا في التمبلت فاني يجي نشوف باسورد رسيط فورم او دا بلوك بادي مدلين دا بلوك بتاكوه نرفرش شايف لك رسيط باسورد خليب تظهرت بالستايل بتاعي الوجد تابك كده عملنا رسيط طبعا املاحظت يا راح في شمال شوية يمين شاية وكده ما تلقش هنصبك كل دا دا دلوقتي دا كله فرونت اذا ما قلنا بتركزنا مش علي طيب دي ايه الباسورد رسيط فورم دا الباسورد رسيط دان لو انت عملت رسيط للباسورد هنبعط لك الرسالة دي نشيل ونعمل بلوك ونشيل بلوك وحنا عاوزين رسالة ده وخلص فنعمل ناخد احنا دا ونحط هنا وبدل الفورم وناخد السطر حال؟ عشان لو انت عملت رسيط يبعط لك الكلام ده حال؟ باسورد رسيط ايميل دي كده كده احنا جبناه من دي جانجو دي اسمون اسكد فور باسورد رسيط فور الميل والي مين بتاعك فرو دس لينك بلو وده اللينك عشان خاطر ايه؟ بتعمل الباسورد طغير باس فتاح رسيط كنفيرن ده كده كده الكوب بتاعه طول بتاع دا فين نقفل رسيط دان ونقفل ناخد النصف ما عندك بيه؟ رسيط كمبليت نقفل رسيط كنفيرن نقفل رسيط كنفيرن نقفل رسيط كنفيرن طيب نحط الدفاع بتاعتنا ولكن نشيل المحتوى ايه اللي جوا ده نفروض المحتوى ده يبقى موجود في كل الصفحات لان انا هتبورس منه البيز وبورس منه شكل الفرونت بتاعتي محتاج انا اعمل اي بي محتاج اجيب دخول اه ريسيد دي عشان احط هنا الميل بتاعي شايف فتح العادة ميل واعمل ريسيد فلما اقبقى يجي اللينك على الميل وافتحه يجي لبقى ريسيد كونفيرم انا ادخل اليوزر نامك كذا مرة واقضل باسورد كذا مرة وكده تمام طيب تعال نكمل عندي الباسورد ريسيد كومبليت فبقى يجي لرسالة دي ولوالله الباسورد اللي تعمل تعمل وقدر تعمل لوجم من هنا تاني الباسورد تغير تقدر تعمل لوجم من هنا طيب هكذا احنا خدنا كل الصفحات قريبا باسورد تشينج فورم باسورد تشينج فورم احنا ما عشف ناش طيب تعمل رقع ايه ما فتحتش طيب الصفحات دي لسه ما تضفش فيها تشينج دم اللوجم خلاص والباسورد تشينج دم والباسورد تشينج فورم والباسورد طيب انا كده كده بتعمل الحاجات دي في مشروع قبل كده فممكن انا نبص عليهم بس المشروع كميبة انا بحظة بس في صفحات اللي انا محتاجة نفتح الباسورد تشينج فورم اه والباسورد تشينج 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 تعملنا تشينج فورم تشينج دم بس دي تشينج فورم تشينج 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 اشتر تشينج فريمه. ندفين. تسيبك من ال بلوك. انتبنا ايضا. بحظة. معلش اه. دي الدفاع. طب عزتك الدنيا شغيرة. نروح هنا هنا. نحن نعم. سوف نعم. سوف نعم. سوف نعم. وارد ان اه. سوف نعم. سوف نعم. سوف نقوم بفرش تقوم بفرش بفرش نحن بفرش نحن بفرش نحن بفرش في اجيل لك الرسالة دي بصورت بتاعك التغيير بنجاح طيب طبعا هتلاقي المرفة دي موجودة في الكود بتاع المشروع لجيتها عشان انت ما رايف تتوصل للمحتوى بتاع فاضلي اللي هو بص فاضي انت لما بالتست الكود هي تتملع يعني هيجبها كود كنا اضافنا كل الصفحات نحن نضبط الفرونت بتاعه ما يبقى اللوجين موجودة واللوج قاوت بالرجستر طبعا نحن نحن لديه صفحة خاصة بالصينب نحن لسه محتاجين نضيف امكانية ان اليوزر يعمل صينب وكده احنا ممكننا نكتبها بس صينب حب طيب خلينا الفيديو الجان شوالله نبدأ نضبط الفرونت بتاع او خلينا نضبط الرجسترشن ونضبط الفرونت بتاع الصفحات دي ونحاول ان تستاوي نشوف ازاي تشتعل معنا شافكم ان شاء الله الفيديو الجاي كان معكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته